موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل أسادة المشاهدين اللي بيشاهدونا من داخل مصر وجميع انحاء الوطن العربي حلقة جديدة من برنامجكم الصالون الطبي الحقيقة موضوع حلقتنا النهاردة هيبقى عن الصداع ما فيش حد النهاردة ما بيشتكيش من الصداع سواء كان كبير أو صغير كانت آخر إحصائية من وظامة الصحة العالمية ان ما بين 23 ل 34 مليون نسبة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية بيعاني من الصداع يعني تقريبا 10% من السكان حقيقة هنا في الوطن العربي وخصوصا مصر ما عندناش إحصائيات واضحة عن الصداع لكن من الحاجات المنتشرة كتير جدا ان هو يعاني من الصداع او يبتدي ان هو يلجأ ان هو ياخد له حباية او حبيتين او يبتدي ان هو يسأل حد اعمل ايه في موضوع الصداع حقيقة ما هنناقش النهاردة الصداع بكافة انواعه وهنعرف امتى كمان هيقدر المريض ان هو اللي بيعاني من الصداع ان هو يروح للطبيب بيسعيدني ان يكون ديوف حلقتنا النهاردة الأستاذ الدكتور وليد ابو الفتوح استشاري امراض العصاب والمخوى العصاب دكتور وليد اهلا وسلام بك في صفحة طبيب اهلا بحضرتك كمان ضيفي الأستاذ الدكتور احمد الموصلي استشاري الانف والأذن والحنجرة دكتور احمد اهلا بك اهلا بحضرتك طبعا هنبدأ بالدكتور وليد كمخه وكأعصاب وهنتكلم عن الصداع باشكاله وانواعه الحقيقة موضوع صداع اشكال كتيرة وانواع كتيرة ونبتدي نعرف المشاهد ايه نوع صداع اللي هو بيعاني منه بسم الله الرحمن الرحيم احنا اول حاجة لازم نعرف يعني ايه صداع صداع ده يعني قلم في الراس او في الفروة بتاعت الراس او في الرقبة جميل كل دوت بيعمل يعني قصة بتاعت الصداع طيب احنا عندنا كم نوع من الصداع احنا عندنا نوعين كبار فيه صداع بيسموه الصداع الاولي وفيه صداع سانوي الصداع الاولي دوت هو عبارة عن صداع او قلم بيحصل في الراس ودوت ما بيبقاش جزء من مرض معين لا ده بيبقى الوحده كده يعني هو بييجي مش جزء من مثلا مش من ضغط من سكر مش عارف ايه لا هو بيبقى لوحدهم مش جزء من مرض كبير او من مرض تاني يعني الصداع دوت يعني ليه كذا منظر يعني فيه منه اللي هو الصداع النصفي وبيقول عليه الصداع العنقودي وصداع التنشن او صداع التوتر يعني دي كلها اشكال طيب دكتور روليد هو موضوع صداع يعني فيه بيبقى صداع مزمن بيبقى فترات طويلة وبيعيش مع المريض السنين طويلة وفيه اللي هو صداع اللي بيبقى المؤقت اللي هو بيبقى بعض ساعات او يوم او يومين طيب دكتور أحمد الموصلي بالنسبة بقى الأنف والوزن والحنجرة بيبقى دايما مرتبطة التهاب الجيوب الأنفية بالصداع وإحنا في فترة الشتاء بيبقى فيه غبار كتير وفيه تقالبات جوية كتير إيه شكل الصداع اللي بيبقى ناتج عن الجيوب الأنفية بسم الله الرحيم برضو حكمل بعدما كلام الأستاذ طول وليد الصداع أشكال وأنواع وتقريبا أغلب أمراض الدنيا فيها صداع إنما سبحان الله إن كل مرض له صداعه له الشكل بتاع صداعه الجيوب الأنفية عبارة عن إيه؟ عبارة عن تجويف داخل الجمجمة الجيوب الأنفية فيه جوز زوج من الجيوب هنا والزوج هنا والزوج هنا وفيه زوج من الجيوب في عمق الجمجمة وبالتالي صداع الجيوب الأنفية بيتميز إنه هو يإما ياخد الواجه المريض المركز على وجه المريض بيضرب في العينين بيزيد مع التوطية أو مع السجود المريض يقول أنا حاسس لما بركع أو بسجد كأن رأسي تقيلة حاجة تقيلة ودي الشكوى الدائمة يعني دايما المريض اللي هو بيسجد في الصلاة يقول لك أنا حاسس دايما بصداع ولو الإمام طول في الصلاة الجماعة أو الحاجة بيعاني قوي من طول السجود ده شكل الصداع بتاع العينين بتاع الأنفل أذن ومشكلته بقى أن دايما بيلخبط المريض مع الصداع اللي جاي من العيون لأن الاتنين بيضربوا في العيون وكثير من مرضى اللي بيجونا في عاية الأنفل وزن بيكونوا راح كشف عيون الأول وقال له لا يا عم انت عيونك سليمة روحكش في الأنفل وزن وهو بيكونش يواخد باله جميل طيب دكتور وليد الحياة موضوع الصداع بيبقى مع تخصصات كتيرة ومتشابك بالنسبة لحضرك بقى كمخ وأعصاب أكتر الحالات اللي بتيجوا على شكل العيون وبتعاني من الصداع بيبقى شكل صداع ايه وبتالي المريض يحدد أن هو يتوجه لدكتور مخ وأعصاب والصداع بتاع اللي سببه مرض في المخ والأعصاب بيبقى مميز دكتور خالد كده بيبقى بيسموه بيرست هيدك يعني صداع رخم صداع ما بيروحش ياخد مسكنات تلاقي الصداع يعني ولكنه أخد حاجة صداع مش عايز يروح خالص حتى بالمسكنات الكتيرة اللي هو بياخدها ما بيروحش زائد زائد إنه هو بيعمل شوية لو فيه مثلا زيادة في الضغط بتاع المخ أو ضغط الجوة جنجمة بيعمل ترجيع بيبقى ليه شكل مميز يعني العيام بيقول عليه يعني العيام بيرجع على مسافة طويلة أخدت بالك فيعني ده يميز قوي الصداع بتاعنا بتاع المخ العصاب إنه هو صداع ما بيستجبش ليه المسكنات المسكنات البسيطة العادية زائد بيبقى معه ترجيع وترجيع بيبقى على مسافة على مسافة جميل طيب بالنسبة بقى إحنا في جو الشتاء والتقلبات والغبار الكتير وحدك قلت من أهم العراض لجيوب الأنفية موضوع الصداع إنت عارف إن موضوع الصداع دوت بيخلي حتى بالنسبة للناس اللي بتروح أعمالهم وبتروح شغلهم بيبتدي إنه هو يؤثر عليهم إحنا هنتابع محاضرك للسؤال دوت بس هنطلع فاصل ونعود مرة تانية وبرنامج الصلون الطب أهلا وسهلا بيكم مرة تانية وبرنامجكم الصلون الطب موضوع حلقتنا النهاردة عن الصداع بأشكاله الحقيقة خليني أوجه سؤال لكل أسادة المشاهدين اللي بيشاهدون إذا كنت بتعاني من الصداع أو أحد أفراد الأسرة بيعاني من الصداع إمتى هتلجأ للطبيب هل في وقت معين هتلجأ للطبيب شاركونا من خلال برنامجنا الصلون الطبي دكتور أحمد أنا كنت بوجه لحضائك سؤال قبل الفاصل عن الجيوب الأنفية والصداع النهاردة في التقلبات الجوية وكمان الغبار ناس كتيرة جدا من اللي بيشتكوا من الجيوب الأنفية مش عارفين يعملوا إيه هل في حاجات ممكن إنها تبقى لقاية لهم ولا يبتدي يمشي على حاجة مثلا دواء معين لفترة خلال فترة الشتاء في الحقيقة أنا بقول للمرضى الطبيعي إن يجي لك الصداع وإنك تعاني مع الجو اللي إحنا فيه اللي هو جو الطراب إيه مشكلة الطراب بالنسبة للجيوب الأنفية عادة المريض اللي هو عنده التهاب مزمن في الجيوب الأنفية أو هو بيقول لك بالتعبير هو أنا دكتور عندي جيوب جيوب دي بقى لك كم سنة يعني ما بيعدش دي أساسها أو اللي بيخليه عنده جيوب فترة طويلة أو مزمنة إنه هو بيكون عنده حاسية في الأنفية تمام المريضة الحاسية ده مع تغيير الفصول مع الجو الدافي في القوضة أو في الهتشقة والجو البارد برة مع الأطربة بيزود الحاسية وبالتالي بتزود مشكلة الإيه الجيوب جميل يبتدي بقى الصداع يزيد يعني يكون الأول متعايش معه يبتدي بقى الصداع يزيد يبتدي يظهر البلغة في الزور يبتدي يزيد النحنحة طول ما قاعد يتنحنح يبتدي مرخيرة السد كل المشاكل دي حنعمل وقاية بإيه هو الوقاية إننا أبقى ماشي على علاج لحاسية الأنف سواء الرأس الحاسية أو البخاخات يعني يفضل ماشي على لك فترة بس للتابة الجيوب الأنفية ولا ولا بس على الأقل كل مريض في مرضى بيكونوا تعبانين طول السنة تمام وفي مرضى في تغيير الفصول خصوصا في وقت المارس وإبريل وقت الربيعة وفي مرضى بيتعبوا في الأوقات لذا كده اللي هي التراب والتغيير الجو جميل طيب دكتور وليد أبو الفتوح استشاري أمراض المخ والأعصاب حداك كنت ذكرت إن صداع اللي بيروح بيه المريض لتخصص المخ والأعصاب بيبقى صداع رخم والحاجات التانية كمان مع صداع نبيبقى فيه ترجيع على مسافة أنت بتشخص بقى صداع على إنه إيه يعني الإعراض ديت كده وجالك المريض بهذا الكينون إنهو صداع وفيه ترجيع وصداع ما بيروحش بالمسكنات دي بتبقى الحالة المرضية إيه طيب دكتور وليد إحنا برضو مواجهين لسادة المشاهدين سؤال إذا كنت بتعايني من الصداع وأحد الأسرة بيعاني من الصداع إمتى هتلجأ للطبيب بنرجع لدكتور وليد مرة تانية موضوع الصداع وتخصص المخ والأعصاب من زي بقول حضرك إحنا لازم بنعمل أول أشياء مقطعية عشان نعرف إيه السبب لإن الصداع في الحالة دي لما بيبقى صداع ما بيروحش وبيرجع على مسافة طويلة زي ما قلتلك غالبا هيبقى فيه حاجة مسببة للصداع فإحنا بنعمل أشياء مقطعية بنطمن على الشرايين والأوريدة بتاعت المخ لأنه هو ده غالبا هيبقى السبب يعني عادة زيادة ضغط المخ أو زيادة ضغط جوة شرايين المخ هي دي بتبقى سبب الصداع فإحنا لما بنعمل أشياء على المقطعية بنطمن الأول إن الشرايين مصبوطة أو الضغط فيها عالي فبنعرف السبب وإذا عرفها السبب بطول العجب فإحنا لما نعرف السبب نقدر نعالج السبب فالأمور تبقى سهلة بالنسبة لنا إن إحنا بنكونترول الصداع ده جميل طيب دكتور أحمد بالنسبة لجيوب الأنفية بقى أنت مع عمل العملية ولا ضد عمل العملية ده سؤال مهم جدا لأن الناس كلها مش عارفة تتخذ قرار وللأسف في بعض الناس بتوجه المرضى غلط لو أساس المشكلة الحساسية يبقى أنا الأول أبدأ إيه أعالج الحساسي وأشوف والله المريض استجاب خير وبركة حكمل في الجزئة دي ما استجابش يبقى أنا أبتدي أفكر أبتدي أعمل الأول أشعة مقطعية على الجيوب الأنفية وأشوف الجيوب دي فيها التهاب مزمن ولا ما فيش يعني مثلا من ضمن حاجات المشهور بيجي المريض عنده مشاكل في الجبن فيها وعنده إعوجاج في الحاجز الأنفل الحاجز الأنفل هو الجدار بين الفتحتين تمام فحنقول هنا طبعا هعدل الحاجز طب ده هيحل المشكلة ولأ يبقى أنا الأول أستبعد حتة الحساسية وأعالج الحساسية لو علاج الحساسية ما أجابش النتيجة يبقى أنا عندي يأما الحاجز معبوغ يأما فيه تدخم في الغضاريف يأما أن يكون فيه التهابات مزمنة في الجيوب وساعتها هتدخل جراحية جميل أول طيب دكتور وليد جالنا اسم اس من الحاج عبد الفتاح من طنطة هو بيعاني من دايما طنين بالأذن صداع ودوار مع ركوب المواصلات ومش دي مش حالته الوحده كمان كان الجد وكان الوالد من قبله كان دايما بيعاني من هذه الأعراض هل بكده هو أعراضه مزمنة يحتاج تدخل جراحي ولا يأخذ علاج وإيه اللي حضرتك بتنصحه به هو موضوع الدوار ده بيحصل لما بيركب المواصلات بس ولا بيحصل وهو قاعد عادي هو ده دي حاجة هو ذكر أنه هو في المواصلات بس دايما بيصاحبه طنين في الأذن ودايما بيصاحبه صداع ما هو فكرة المواصلات فيه ناس كتير قوي بتتعب موضوع مواصلات ده لأن الحركة طبعا إيه زي ما الدكتور حيقول لنا دلوقتي موضوع أن فيه سائل في الودن كده هو ده مسؤول عن الاتزان ففيه ناس بيبعندهم مشكلة أو لخبطة في السائل ده مع حركة المواصلات أو حركة الأسنسير يعني الحركات الأفقية أو الرأسية ده بتدايق الناس أحيانا وبتعمل لخبطة في السائل ده فبتعمل طبعا طنين في الودن وكده وده ممكن تبقى حاجة وراسية يعني ده مرض ممكن يبقى مرض وراسي لخبطة في السائل ده يلخبط الإشارات بتاعت بتاعت الأعصاب اللي هي وصلة بالمخ فبالتالي يحس بدوار وممكن يحصل في الأحوال العادية حتى من غير الأسنسير أو من غير الحركة فيه ناس بيجي لهم معادين عادي طيب دكتور وليد هو كده هيستمر بقى العلاج ولا بيبقى فيه مثلا التطور في الطب بحصل مثلا حاجة جديدة أو بياخد على جراحة معينة لا لا مش جراحة هو بياخد علاج بس لازم يتابع عند دكتور الأنفل أذن في الحتة دي بزداد طالما طنين في الودن يبقى لازم يروح لدكتور الأنفل أذن طيب برأيك يا دكتور رحم توضيح لكلامنا للطور وليد لو زي ما هو قال الدوار لو الدوار لوحده بدون مواصلاته وبدون حركة فهنا حيب مشترك بينا بين الأنفل أذن وبين مخه وعصاب زبط وساعتها حنشوف ده بقى مخه وعصاب ولا أنفل أذن دك لو هو مرتبط بس بالحركة يبقى أغلب الظن انه هو بيكون تابع لإيه الأنفل أذن جميل لأن الأذن الداخلية الأذن عبارة عن أذن خارجية وأذن وسطة وأذن داخلية الأذن الداخلية هي المسؤولة عن السمع والاتزان فلما بيكون مع وش ولخبطة في الاتزان يبقى كده أغلب الظن ده أذن داخلية جميل الخطوة جايه هعمل إيه يئما الموضوع بسيط بقى له كم يوم حصل له في آخر مشوار سفره فحدي له علاجات هدي الدوار وبشوف لو فيه التهابات أو لو موضوع مزمن وطويل زي ما كده الأستاذ بيقول يبقى أنا كده عايز أعمل اختبارات تتأكد من وضع الأذن الداخلية أبسط حاجة فأول حاجة بعمل اختبار سمع اختبار أو مقياس السمع ده هيبين يمكن يكون العصب الودني تعبان لو العصب الودني تعبان هخش أنا إيه برضو تابع المخ والعصب هتقرب منه وهشوف المشكلة لو السمع كويس يبقى أنا ممكن أعمل حاجة اسمها اختبار اتزان واشوف اللعيب بتاع الدوار طالع منين جميل طيب كمان جلنا اسم اسم مدام إحسان من الفيوم هي بتشتكي من أكتر من 20 سنة من الصداع وبتاخد أدوية لصداع النصفي بتوصل لخمس أقراص في اليوم ومستمرة على كده بقالها دكتور وليد 20 سنة هي دلوقتي بتسأل هتعمل إيه هلها تستمر على أصل أصلنا هي زيئة الموضوع الأقراص لصداع النصفي أول مشكلة إن مش حكات بقى زيئة مشكلة إن المسكنات دي ممكن تأثر على الكلة قصونا هي بقى لها فترة طويلة تمام فعشان كده لازم ندور على السبب أصل الصداع النصفي ده لأسباب فهي لازم يعني تروح لحد من بتوع المخ والأصاب القريب منها تعمل أشعة أو رانين بلاش مقطعية تعمل رانين على المخ عشان خاطر نتطمن على كل الفجوات اللي موجودة في المخ أصل ممكن يبقى فيه ضغط زيادة في المخ أو حاجة هو اللي بيزيد ويقل فيعمل لها الصداع النصفي طيب أنا أخد اتصال لأستاذ محمد أهلا وسهلا بيك بسرنون الطبي أهلا بحضرتك فضل فضل سؤالك أهلا بقول لحدك أنا والله بعاني بس من شوية حساسية في الأمن تمام وعندي بس بالليل الأولاد بيقولوا لي أنت بقيت شخر جانب جدا تمام طيب أنت عايز أعلاك لموضوع الشخير فيه صداع ولا ما فيه صداع ده أنا عايز علاج بس يعني هل الموضوع ده بيأثر فيما بعد على الصبر تمام طيب الدكتور أحمد بيسألك فيه صداع ولا ما فيه صداع لا الحمد لله فاعات بيبقى خفيف أولا تمام طيب احنا شكرا على اتصالك سؤال محمد موضوع شخير من الحاجات المقلقة وبيحصل حالات انفصال كتير وطلاق حتى بسبب الشخير وكان فيه فيلم شهير كان عرض المشكلة دي فعايز نعطي من حضرتك بقى يعني هل فعلا موضوع الشخير اللي بيجي فترة الليل هل هلي علاج فعلا وفي نفس الوقت هو بيسأل إذا كان الشخير ممكن يأثر على الصدر ولا الشخير بنقسمه نصين أو جزئين يعني أو نوعين جزء مأمون وبسيط وجزء خطر الجزء المأمون ده بيحصل بيتكرر بيروحه وييجي ودايما بيصاحبه ياما انسداد في الأنف أي كان سببه سواء حسية سواء لحمية سواء التهابات ومشهور جدا مع السمنة وهو أكثر في الرجال من الستات بكتير ده المأمون وده علاجاته سهلة لما نعالج الأنف نعالج ونقلل الوزن شوية حتصلح الأمور فيه نوع اللي هو الغير مأمون ده اللي هو بنسميه بيبقى توقف للنفس أثناء النوم بيبدأ مرض يشخر 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 يوصل لمرحلة يروح قطع النفس دقيقة مثلا وانا يرجع ايه شخرة تاني ده خطر قوي خطر ليه؟ لان ببشخير جامد وبيحصل تراكم للسينكسويت الكربون في الدم وبيقل الأكسوجين اللي هوصل للمخ فده بيأثر على القلب أكيد ويأثر على المخ جميل وده محتاج بقى أبحاث في حاجة اسمها معمل نوم ده في بعض المستشفات الكبيرة المريض بينام وبتحط على زي حاجات تعترسم القلب كده على الزور وعلى الرقبة ونعرف الشخير طالع منين؟ يعني مثلا بالشخير طالع من هنا مثلا طب بيصحبه انسلات في الأنف يبقى خلاص عارفنا المشكلة طبنا نتمنى لسؤال محمد يعني على سؤاله نتوجه لأعرف دكتور أنف وإذن وحنجرة يكون هو بيسق فيه دكتور وليد أبو الفتوح استشارية المخ والأعصاب امتى بقى المريض اللي بيعاني من الصداع يروح للدكتور ده ليه حاجات كتير بقى يعني مثلا الصداع أول ما ييجي فجأة الصداع المفاجئ وبشدة يعني أول مرة ييجي بسرعة وبشدة لا ده فيه حاجة مش مزبوطة ممكن يكون فيه شريان حصل فيه ضغط عالي أو فرق وده وارد جدا وجلطات المخ دي حاجة مشهورة يعني برضو من الحاجات اللي بتخليه يروح للدكتور على طول أنه هو يفقد الاتزان يعني يجاله صداع فجأة وخلاه يفقد الاتزان جميل أو كمان ممكن يعني يخليه مش قادر يسيطر على حركاته حركات الدراع حركات الرجلين جميل أنا يعني بناشت كل السادة المشاهدين اللي بيشاهدونا إذا كان فيه حد بيعاني من الصداع ما يستهترش فيه ما يعتمدش أنه هو ياخد حباية أو حبيتين من المسكن وخلاصة تحدي خصوصا لو الصداع استمر أكثر من ثلاث شهور ما بنتكلمش على سنين بقول لو كان أكثر من ثلاث شهور يبتد أنه هو يتوجه للدكتور ويعرف سبب الصداع الحقيقة أنا بشكر ضيوفي الأستاذ الدكتور وليد أو الفتوح استشاري أمراض المخ والعصاب شرفتنا الدكتور وليد بل أخير كمان بشكر الأستاذ الدكتور أحمد الموصلي استشاري الأنف الأزم والحنجرة شرفتنا الدكتور أحمد بإسماء الطبي اللي هنا أعزائي المشاهدين احنا بيوصل لنهاية حلقتنا من الصالون الطبي ونلقاكم إن شاء الله والأسبوع القادم وحلقة جديدة من الصالون الطبي فإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة